نعم أيضا آخر خبر في هذه الجولة أيضا ذو صلة بجنوب السودان الليل الموقع مهتم جدا بأخبار جنوب السودان والله نتمنى السلام والاستقرار لأشيقان في جنوب السودان الحكومة توجه بفتح المعابر مع جنوب السودان كشفت حكومة ولاد النيل الأبيض يوم الاثنين عن تسلمهم مخاطبات من وزارة التجارة والصناعة الاتحادية بشأن إعادة افتتاح المعابر الحدودية وأفصحت عن عقد اجتماع مع المفوضية القومية للحدود بالخصوص وقال الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض دكتور معروف عثمان إن وزارة التجارة طلبتهم بتحديد المواقع الجغرافية للمعابر مبين أنهم قاموا بتقديم مقترحات حول معبر جودة الذي يقع في محلية الجبلين ومعبر الميجينيس بمحلية السلام لوزارة التخطيط العمراني مشيرا إلى أن المفوضية قامت بزيارة المواقع وتقديم رؤيتها المتكاملة حول المواقع المقترحة ونفت عثمان إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك الأخير إلى جوبا ومشاوراتهم حول المعابر سهمت في دفع عملية افتتاح المعابر إضافة إلى الاتماعات المستمرة مع الإدارات الأهلية بمحلية السلام والجبلين يعني عودة هذه المعابر أيضا تسهم إلى حد كبير في تخفيف الضائقة الاقتصادية في جنوب السودان نحن في السودان بنعالي لكن المعانا في جنوب السودان أكبر يعني ونحن الاثنين محتاجين لبعضنا البعض وأنا بفتكر أنه ما هي أطول حدود عندنا هي مع جنوب السودان وأقرب ناس اللي هو أنت الحدود دي أصلك ما بتقدر تغليق يعني لكن إعلان الحكومة الانتقالية عن فتح المعابر ويعني عودة النشاط بصورة مقننة وبصورة علنية لأن النشاط كان موجود عبر التهريب وعبر كذا وكذا وعودة مصالح الدولة أيضا يعني مصالحها وحفظ الأمن على الحدود وجني الضرائب والجمارك وغيرها وأيضا فتح علاقة اقتصادية لبعض الناس اللي عندهم سلع سواء كان في الجنوب دارين يبعاء في السودان أو في الشمال دارين يبعاء في الجنوب وأنا بفتكر أنه يعني دي خطوة كويسة مفروض تتمشي تزامنا مع أنه ترسيم الحدود لبعض الاختلافات الموجودة على الأرض وكويس أنه الخبر أخذ يعني جاب أنه أخذوا معاهم الإدارات الأهلية في المنطقة وده مربوط بسلامة جاري في البلدين يعني سواء كان في السودان يعني كل هذه الملفات في العلاقات التناير بين السودان وجنوب السودان أين ملف النفط في هذه الملفات؟ ملف النفط هو كان سبق نقاشه مع الناس جنوب السودان كانوا حكومة جنوب السودان كان جاتين القرطوم وطلبة إرجاء كان أصلاً جنوب السودان بمرر نفطه عبر أنابيب وفقاً لاتفاق محدد وكان بيدفع بالأقصاد معاها في تعويض كنصاً إدعام البعض توقيع السلام وكل هذه الأقصاد كانت مفروض تنتهي بنهاية نوفمبر تنتهي هذه الدفعيات فطلبت حكومة الجنوب إرجاءه وفي نفس الوقت كانت حكومة الجنوب طلبت من المهنيين والمهندسين السودانيين اللي أصلاً كانوا ساهموا في إنشاء هذا البدء رجعوا إلى إعادة بعض الحقول للعمل حتى العالم كان في فترين فترات بفتكر أنه البترول يتأخر شوية حتى لا يصب في يفترض عائلات البترول النفط تصب في التنمية نتمنى أنه النفط الجنوب السودان هو الآن حتى الآن متدفق يكون علاقة يعني بسناعية بين الدولتين أستاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع الشروق دوتنات شكراً جزيلاً لحضورك لكل ما في التعب وكتر خيرك شكراً جزيلاً لك عبد الله مارك فيك